شريان الحياة الرئيس لسكان الحصبة أعيد افتتاحه من جديد بعد أن تم إغلاقه منذ أربعة أعوام ونيف ما ألحق أضرارا فادحة لتجار الجملة والتجزئة وتجار الخضار والبساطين وأصحاب المحلات المجاورة للسوق السوق المركزي السوق الحصبة لهم متأة أربعة سنين وهم مغلق والناس محرومين لا قدروا يعيشوا ولا مهذلين لا معهم دخل ولا معهم أي حاجة لوجود السوق المركزي أكثر من ثلاثمائة محل تجاري وأكثر من خمسمائة بسطة ستعود لمزاولة عملها رغم بيع الكثير لمحلاتهم وتراكم الديون عليهم ولجوئهم للجهات المعنية دون تلقيهم أي تعوضات في ناس تعبوا وينتلفوا من مرة وفي ناس في السجون عليهم ديونات ملايين التجار يملأ وفي ناس باعوا بيوتهم ويقاموا يدوروا لهم يأسوا الآن ما الشوق من جديد الشوق دمر نهائيا ولا حد ساحل معنا سرنا كل بقعة ولا حد جواب معنا الأمر الذي طال كثيرا وانعكس سلبا على حياة الناس الذين ضاقت بهم سبل العيش بعد إغلاق باب رزقهم ذلك ما أكده عدد من مالكي المحلات فرح فرحة اليوم هذا يعني كأننا افتتاح السوق والمساكن والضعفاء والأرامل كلهم الناس بيأكلون من خيره سكان مدينة الحصبة عالوا الكثير من سوء المعاملة أثناء ممارسة أنشطتهم في الفترة السابقة ولم تقدرهم للظروف التي مروا بها جراء تضرر مصالحهم ولا تعرضهم للنزوح والتشرد خلال أكثر من عام وتدمير منازلهم بسبب أزمة لم يكونوا طرفا فيها سامي الحجري اليمن اليوم